اهلا بكم في سلسلة الدليل الطبي اللي بنرفع بها الوعي لكل متابعين النهاردة نتكلم على موضوع مهم هو موضوع الاتهاب اللوز الحاد التهاب اللوز الحاد ده من الحاجات زي ما احنا قلنا قبل كده وبنشح كتير في فيديوهاتنا ان ده اعراضه اعراضه اول حاجة ارتفاع في درجة الحرارة تمام فيه ارتفاع في درجة الحرارة الام في الحل وجع في الحل اجامد جدا. عادة بيكون الحل يا اما ملتاب جامد جدا يا اما بيبقى فيه صديد. ما تجي تفرج كده ونشوف مع بعض ان احنا لو ده اللوز متضخمة زي 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 ده متضخمة زي ما حضرتكم شايفين. تعالوا نتفرج على شكل الحل لو في صديد زي ما حضرتكم شايفين اهو. دي اللوز ودي اللي ها وده اللسان وده سقف الحل. المنظر اللي حضرتكم شايفينه ده باللوز المتضخمة دي بالصديد اللي عليها في الناحيتين ده اللي هو تقريبا المنظر بتاع اللوز المتضخمة دي. المنظر ده زي ما احنا قلنا اعراضه اتفاع في درجة الحرارة والخاصات عن عبدالالأدفار توصل لتسعة وتلاتين واربعين مش قادر يبلع مش قادر يتكلم مش قادر ياكل بيصحف وسط الليل يقولك كمان اي اوداني بس اخدوا بالكو ان ده ما بيبقاش وجع في الودان ده بيبقاه بنسميه ريفرد بين او اه واجع مسمع يعني التهاب الحلق واللوز بيسمع في الودان فتلاقي الطفل بيشتكب يودانه مع ان الودان بيبقى ما فيهاش حاجة الام طبعا الالتهاب الحد الصديدي اللي هو المنظر لحضراتكو شايفين ده ده بالنسبة لي انا من الحاجات اللي هي مطمئنة ليه لان اللوز الام بتجيلي جاري فنمتدي ندي علاج وخص وعادة العلاج في الحالات دي الاطفال بندي حقا وندي مسكن ونخفض للحرارة وبنوصي الام بزيادة الحاجات السائلة جدا للطفل والطفل يبعد عن اي حد من اخواته او ميروخش مدرسة او حضانة لان المرحلة دي بتبقى مرحلة عدوى وممكن الطفل يعدي اي حد قرية بيجلنا بقى اسئلة كتير هل ممكن نعمل العملية دكتور في المرحلة الليوز الالتهاب الصديد ده لأ طبعا مش عشان حاجة خالص الا عشان كزا الا عشان ان درجة الحرارة عالية بتمنعني ان انا اعمل عملية الالتهاب دي حاجة الحاجة التانية المهمة جدا ان الليوز بتبقى هاي بريميك هاي بريميك يعني ايه يعني كلها آآ كلها آآ مليانة من جوا بصديد دي حاجة لكن بتبقى كل مليانة حاجات دموية الحاجات الدموية الزيادة في الليوز بسبب الالتهاب لي لو انا عملت عملية اللوز في المرحلة دي ممكن يحصل ممكن يحصل نزيف للطفل اثناء العمل عشان كده احنا بنوصل الام دايما ان انت روح يخدي عليك كويس وبعد ما ترجعي باسبوع والطفل بقى كويس بعديها بتلات اربعة ايام بنبتدي نعمل عملية اللوز نصايح ايه في اللوز الحادة المتضخمة دي لان بالمنظر دوا ان الام على طول ما اوعي تستني واوعي تقولي ده حاجة طبيعية وتدي علاج لوحدك لان اخطر حاجة في موضوع اللوز التاب الصديدي لللوز دوا ارتفاع درجة الحرارة ومشاكل ارتفاع درجة الحرارة للاطفال مرعب ومخيف وخاصة لي نحنا كده كده ترتقان في اذن ليه? لان ارتفاع درجة الحرارة فوق تسعة وتلاتين ونص او فوق اربعين بيعمل لي مشاكل في السمع بيعمل لي مشاكل في المخ بيعمل لي اه اه كونفولجنس او بيعمل لي اه تشنجات والتشنجات دي بتبقى بترعب الام عشان كده بنوصي ان اي ارتفاع في درجة الحرارة الام على طول تاخد دفلها وتروح لاقرب طبيب انا واظن عشان ندير علاج المظبط اللي اول حاجة بنعملها ان احنا ننزل درجة الحرارة ده بسؤال مهم لو انا طفل عندي بالمصدر ده والساعة واحدة ولا واثنين بالليل ولقيت درجة الحرارة بتاعت اعمل ايه ولا في دكتور ولا في حاجة جنبي قريبة اعمل ايه للطفل وانا موجودة ناس كتير جدا تقول لك خد الطفل دخلوا حطوا تحت او مية سقعة او اه 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 اجيب مية سقعة وحطها على راسه او حطها على زوره او حطها او دخلوا ده الكلام ده كله كلام غلط لكن الصح وهقولوك ليه طبعا وس لكن الصح ان انت تاخد الطفل واتدخلوا فعلا اه تحت الدش لكن بمية دافية بمية دافية ليه لان المية السقعة ممكن تعمل حالة عصبية للولد من درجة الحرارة العالية جدا اللي هو فيها ليه درجة حرارة مية سقعة مثلا درجة صفر او درجة واحد او اقل من كده دي ممكن تعمل حالة عصبية للولد عشان كده احنا بنقول تاخد الطفل واتدخلوا تحت الدش وتخلي درجة الحرارة مش ساعة قوي تخليها دافية لحد ما عشان يبقى فيه فرق درجة الحرارة معقول طبعا مع كمادات مية طبيعية جدا من الحنفية ولو موجود عندنا اي خفض للحرارة يبقى كويس جدا لو عندنا اي مضاد ضحية وسريع برضو لغاية ما نروح لقرب الدكتور يا اما اه تاني يوم على طول ونبتدي يدي للاج الطبيعي يا رب تكون استفدتوا بموضوع التهاب الحد الصديدي لللوز تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم